سيدة أمال قبل فترة أطلق البنك المركز العراقي مبادرة مبادرة قروض الـ 15 مليون دينار بفائدة 600 ألف دينار فقط هذه المبادرة شمل بها مصرف الرشيد؟ هو حقيقة هي المبادرة مطروحة للجميع لكن مصرف الرشيد ما عملنا حقيقة لأنه أدنى أموال نقدر نشتغل بها فما أخذنا هذه الفائدة لربما أكو بنوك لقدرة استفادة من هذه المبادرة لكن كمصرف بقينا نشتغل بأموالنا أموال المبدعين لا أصلاً المودعين لا بد أن يكون تشغيل إليها بالتالي المواطن اللي مودع فلوسها يريد من عندي فوائد يعني يفترض علي أنها أشغل هذه الأموال اللي مؤتمنة عندي لذلك باقي نعمل بفلوس الموجودة لدى المصرف